في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين تأتي زيارة رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم إلى المملكة العربية السعودية ولقائه ولي العهد محمد بن سلمان في صورة تعكس حرص الحكيم على تعزيز العلاقات بين العراق والسعودية والشعبين الشقيقين رسائل زيارة تؤكد أهمية إدامة الانفتاح السياسي والاقتصادي للعراق على محيطه العربي والإسلامي سيما ما أثمر من تقارب دبلوماسي وتمهيد شركات متعددة تربط بين البلدين وتفتح الحدود بما يخدم مجالات الإعمار والتي أوضحت أهمية الزيارة في حرص الحكيم على إيصال رسائل الدعوة لاستثمار الفرص الواعدة التي يقدمها العراق في مجال الإعمار والتنمية بما يضمن دورا فاعلا للمملكة العربية السعودية في النهضة العمرانية التي يشهدها العراق الحكيم أكد أهمية إدامة الحوار بين فرقاء المنطقة ورغبة العراق بإنهاء مهام التحالف الدولي لمكافحة داعش بالإضافة لسعيه الانتقال إلى علاقة بينية مع بعض دوله أساسها المصالح المشتركة واحترام سيادة البلاد خطوط عدة يتشارك بها العراق مع السعودية سيم التحديات كالمناخ والأفكار الدخيلة وهو ما جاء في بيان تيار الحكمة عن الزيارة والحديث عن إيجاد رؤية المشتركة وحوار على مستوى اجتماعي وديني اللقاء شامل التأكيد على ضرورة استثمار قرار مجلس الأمن بإيقاف الحرب على قطاع غزة والشروع بإغاثة النازحين وإعمار القطاع وهو ما يعكس حرص العراق والسعودية على الوقوف إلى جانب القضية الفلسطينية بما يؤدي لوقف العنف واستقرار المنطقة شكرا